وضعك العاطفي مش مستقر يا قوس الوضع العاطفي مش مستقر عندك خالص خالص وبدون سبب وبدون داعي انا مش عارفة مشاكل دي جاية مني القوس حاسس ان هو محزوم في الالاقة انه هو مش ماني مركزه كده انه شريكه يعني مش هقول مستدفاهه مش مديله امته اللي هو عايزها يعني قصدي نفسه يبقى عنده السلاح العاطفة والعقل مع بعض انه هو يعرف يمشي باتنين مع بعض تقريبا القوس يبقى يشغل دا يا دا يعني هو عنده يا دا ما عرفش يشغل الاتنين مع بعض فنفسه يشغل الاتنين مع بعض عشان يعرف يتعامل مع الشريك دا queen of wands نفسه يكون قائد اكتر في العلاقة حاسن هو مش قائد مش قائد هو مش بيعرف ياخد الانشاتف اللي هو انه هو يبادر بحاجة مش عارف يبادر يمكن يكون الشريك اللي معاك يقوس بورجو قيادي قوي فمؤثر عليك مخديك مش عارف انك انت مش مديلك من مساحة بتاعتك كفهم قصدي بس انت شايف شريكك ازاي شايفه عيلة سعيدة يمدك بالعيلة السعيدة لو انتو لسا مرتبطوش فانت شايف في العيلة يعني العيلة المستقبلية انت شايفها فيه صورة حلوة جدا شريكك عايز ايه؟ شريكك اما محتاج اجازة ان هو يطلع اجازة معك او ان هو لو انتو لسا مرتبطوش الجواز انه يحصل الفرح وتحصل الخطوبة على الاقل عايز يرتبط بيه نفسه في ايه؟ الغريب قوي ان الكارت دا يظهر في الحتة دي هو حاسس ان انت ظلمه على فكرة او حاسس انك انت مش مش فهمه صح انت مش مقيمه صح نفسه تفهمه صح انت مش فهمه لسا شايفك ازاي شايفك شخص بيقدم كتير قوي بيحب جدا وبيقدم كتير قوي معنى هو شايف دا معنى انهم قدروا فدي نقطة كويسة جدا لكن الطاقة مبالكم يا قبوسة عاملة كده بصوا عامليني ازاي دي خناقة في شارع دي خناقة كبيرة يعني خناقات كتير كتير كل شوية خناقات طلعوا من خناقات خش في خناق طلعوا من خناقات خش في خناق فليه كل خناق دا؟ ما يعني ما تمشوا الدنيا يعني ابسط من كده شوية دلوقتي ممكن تكونوا في حال التوازن في الشهر دا بس مش هيستمر كتير يعني انتو في عندوكو بصوا عاملين زي موج البحر كل يوم بحال يعني تتصافوا وتتخنقوا تتصاحوا وتتصاحوا وتتخنقوا نصحتي ليكم بجد لو الخناقات ماشي برنامط دا خدوا بريك يعني مش بريك من بعض خدوا بريك مع بعض خدوا بريك من مشاكل وحاولوا تعملوا حاجة تساعدكو انتو الاتنين مع بعض كل شوية خناق طيب ما انا شايفه معانا لاحظت خدوا بريك بس كده وحاولوا تروحوا حتى مكان هادي تتكلموا فيه تتلعبوا فيه يحملوا اي حاجة فيها مرحة فيها حاجة كويستة كده حيقربكم من بعض بس انا بقولك اللي انا شايفاه يا قوس شريكك شايف انك انت مش فهمه صح مش مقيمه صح هو مش مش شديد عليك بالشكل دا او هو مش شخص عنيد او عنيف بالشكل الفضيع دا انت ممكن تكون مزودها شوي يمكن الله اعلم عموان فكرت الحالتين انتو بتحبوا بعض الحب واضح هو شايف حبك ومقدره وانت شايفه العيلة والامان والسعادة العائلية فحتعدي الناس اللي هيسألوني حنسيب بعض لا محدش هيسيب بعض هتبدوروا كده تتخنوا وتتصالحوا وتتخنوا وتتصالحوا بس مفيش مفيش حد هيبعد ومفيش حد هيسيب التاني ان شاء الله مكملين وحتصلحوا كل الحاجات اللي بينكم السغنانة دي حاجات سغنانة كلها شهر دانا خاطبي كويسين جدا بس افتري مش خلنا هيما طيب كويس يا دوني اه ما نشرت فيه حالة التزاني بس مش يعني ان شاء الله تدوم بس انا شايف انه الموضوع فيه تأربح جامد جدا احكي معايا من شهرين عشان يا خناعة والله كتير عني ده معا هو عني انتو الاتنين يعني بتعندو ده اوحش حاجة لعنات ده مش حاجة بودو اخدوه خناعة الشريك مزاجي اه حلوى قوي السناجل زي ما هما يا مريم زي مكانك كله مكانه بش جديد ليه جديد الشهر ده كنت هقولكو ايه مفيش حدا هيسي بتاع ما فيه يعني اتخنقوا زي ما انتو عايزين العلاقة متملة ومفيش مفيش بوعد ومفيش اي حاجة من الحالات دي خالص هلو بانا كله شايف اخناق وهو قرار انه يبعد فترة مفيش مانع يهدير لو ده حادي هيديكو بريك شوية وحاشوا بعض وتعرفوا قيمة بعض وغلاوة بعض عند بعض مش مشكلة يعني انا الموضوع بريك ده بالنسباني مش مش ازمن بالعكس بيبقى كويس قوس مش عارفة ده صح ولا غلط يعني ايه مش فان ما زي قليك انا اوكي انا احترامي قوس بس القوس بيطنش الدانية والله يا امه حسن ده ده يعني دي نعمل عند ربنا لو يعرف يعني يطنش الدانية دي نعمة كبيرة جدا يحانا بسيها هتو الزبط في الزواج ولا بقى يا ميمي انا واضح عندي ان هي لسه مش مستقرة الشهر ده مش مستقرة بس ما ضافق لكو يا جماعة يعني انا بقول لكم مفيش حد هاي بعد مفيش بعد مفيش انتصور مفيش طلاق بعد الشر مفيش فسخ خطوبة مفيش حاجة من الحاجات دي بتنتمرين بس بتتخانوا بطير يعني حاولوا بس يعني تتفادوا اسباب اللي بتوصل للخنات بمعنى انت واحد شاف تاني متعصب ما يقفش في وشه ويعادي يحاول يستفزوا اكتر لا يحاول يبعد يقدر طيب خلاص انت متعصب تلوقتي انا حسنبك بس لباك ما تهديه مش هحصل اي حاجة على فكرة خالص هتهدى وهتتكلم معها هتلاقيها شخصية طبيعية جدا مش ممنونة لكن هتيجي التقف في وشه وهي المتعصب هتسمعك يانش ظريف ونفس الحكاية الناحية التانية هو داخلي متعصب تقف في وشه تقوله حاجات نرفسه اكيد هتتخانقه شايفان زعبك خلاص تاني شوية حبيبي مع شكلك متعصب دلوقتي نتكلم بعدين الموضوع مش ضروري يعني يتأجل فاعمين قصدي عشان تتفادوا التلاشتا فاعمين قصدي اختاروا بس الوقت الكويس في المناقشات والحاجات دي نشوف بقى ايه الحالة العامة للمجموعة الثالثة والاخيرة لبورد القوس ابني صحي لحد دلوقتي يعني انا بجد مش هارفها ما نفسي ايه المجموعة الثالثة عندهم ارتباط وارتباط تقريبا شكله جديد نايروف كبس خليها نشوف بس اول حاجة هنا القوس مسك على مشاعره او مسك على حاجة مسك على اهتمام مسك على وقت مسك على فلوس مسك على مشاعر في حاجة مسك عليها بس ده لانه تقرص يعني لو هو مسك على فلوس فلانه هو مقروس وبقى عارف قيمة الفلوس اللي معاه ومش عايز يفطها في مكان غلط ويصرفها في المكان الصح لو هو مشاعر فهو اخد برضو درس وتعلم كويس من علاقة سابقة ادى فيها مشاعر كتير قوي وخزل فقرر انه هو ايه يمسك في مشاعر وكده وما يديهاش لحد بس بالسيل وانا اقايد هذا الموضوع ده جدا ما فيش مشكلة خالص صح نفس الشخص اللي عن المجموعة الاولى اللي كان اهو صغير ده اللي عمالي يسحب طقتك الايجابية ياخدها دي ويديك سلبية مكانها ده مؤثر عليك بالخوف محسك بالخوف بيقلقك مش ايداعي للقلق على فكرة صحيح انا مش شايفة تطوى في الحلم الداية بس شايفة انه صحة الحمدلله كويسة ما فيش مشاكل صحية بس هو في زعل في زعل فيه ندم والندم ده عن قرار يقوس الحيرة نفس الحيرة فيه قرار انت عايز تاخد بتاخده قرار ده هتندم عليه هتحس ان فيه ندم انت ندمت وعملت خطوة غلط اوكي طيب نتفايدة المناط ازاي لو فيه قرارات مهمة داخلين عليها شهر ده اجلوها لو ينفع لو تقدروا تأجلوها حاولوا تأجلوا القرارات دي عشان تتفايدوا الندم ده ده فيه ندم انا شايفة حالة ندم يا رب ما تكونش حصلت او رادي واللي لسه يعني ما حصلتش عنده لو فيه قرار حتقع فيه هيقع قدامك يعني الفترة دي اجلوه كويس طيب ده بقى هنا في هي مش علاقة جديدة لا دي مش علاقة جديدة ده ارتباط موجود بالفعل مع القوس مفيش اي جديد عنده شهر ده بالنسبة الارتباطات الجديدة سوري لكن هو بيعامل شريكه بطريقة لطيفة وزريف معي عكس المجموعة التانية ده اللي احنا شفناها ارتباط قوي جدا الناس اللي لسه مرتبطوش رسميا ما عملوش الحفلة بتاعت الخطوبة او حفلة الفرح بإذن الله هتتم مرسل الخطوبة والفرح اهي ان شاء الله هتتم عندك تحول يا قوس انت كمان واضح ان الارتباط ده هيحول حياتك وهيحول مجرح حياتك يمكن هتبقى اكتر اتزام هتبقى اكتر التزام ممكن تكون بتقرب من ربنا حاجة حلوة قوي قوي رياة تحفة هلخصها بسرعة في هنا ماسك على حاجة لو انت مقلل اهتمامك بشريك او او بعيلتك او ان انت تنفق بفلوس خلي الموضوع وسطي شوية بس لو هو عن اهتمامك بعيلتك ارجوك اهتم بهم كفاية في شخص جنبك برضو بيوحيلك او بيديلك نصيح مش كويسة او بيوحيلك بطاقات سلبية حواليك وانا مش شايفة ان ليها داعي صراحة مسببلك مخاوف اوكي اه في هنا ارتباط كويس بالشريكك مرتبط بالشريك اللي معك جدا ومهتم بيه وبتعاملوا طريقة كويسة فيها جنتلنس كده في قرار انت محتار تاخده اه بس لو اخدت القرار وشكله بتصرعك المعتاد يا قوس هتندم هتقول يا ريتني ما عملت زي ما قلنا فيه هنا اتمام للفرح او الجواز او الناس اللي متجوزين ممكن تكون اجازة يعني هتلاقوا اجازة مع بعض هتغير من حياتك الارتباط ده اللي حيتم ارتباطهم الشهر ده اكيد طبعا للاحسن هتكون انا شايفة هتكون اكتر الكزام ميزان حاضر يا ليلة من عناية يا حبيبتي يا مونار الله يسلمك انتي وحشتيني جدا جدا طيب كده ميزان مجد بيتطلبه كتير دي المجموعة الثالثة يا دينا الحمل يا براتي شوية كده لان انا قريته قريدي فعيز اخلص بس الابراج اللي ما ارتهاش وهرجع للحمل تاني انا قريته قبل الصفحة ما تبتقفل وتمسح للأسف فان شاء الله هقرغلكو تاني حبيبتي يا نورة مرسي يا روح اقا 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 كنت مقلوبة العزراء حاضر 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 مفيش انفصال يا نسرين خالص ولا انفصالة واحدة مفيش اي انفصالات محدش هينفصل قاعدين على قلب بعض اوكي البت مفصلش يا لحني الحياة شغلية لحبيبتي ايمان مفيش رد في ايه يا حبيبتي لولا بكيز ممكن تشوفي ايمان بتقول ايه لان انا كنت في قرية والله ما شفتش الكومنت بتاعك خالص طبعا يا وليد اللي انا منغايبه الى الله ونعمة بالله طبعا حمل حنعيده حاضر متى منيزان قريب جدا انا هتحاول اختصر بسرعة عشان اخلص الابراد كلها بسرعة جادي انا شايف الجادي بيطرت كتير الجوزاء انا قلتو يا ماريهان على يوتيوب ساعة لما صفحة كانت مقفولة في الفترة دي ونزلتو عالصفحة الجوزاء حتلاقي موجودة عندك حبيبتي هتحاول اقطعهولك وكده وازبطهولك واشيئلكم منه التحيات والحاجات دي اوكي طيب يا وليد قلنالك طيب انه لا يعلم ليه غايبك تشتم ليه طيب تعالي تعالي انت تعمل لك بان already اوكي اوكي طب يالا نشوف الحاجة العطفية بقى اه هذا خلاص ليه يا هند صح علاقة السلسية ومحترة اخترني اوكي خلي بالك انك لو ما تصرفتش صح هتخسر الاتنين دية خلي بالك طيب ال� linen فيش طلاق عند اللقص خالص يا صاحبة صوب مفيش طلاق خالص اهلا بيك يا سعاد وانا احبك صبح صبح يا شيمة ازيك يا روح عندك وحش جدا ضعيف قوي فعلا يا انجل دي حقيقة الانتونت عندي مش كويس حط الصورة سيئة الصورة سيئة جدا بعتذر عن اللايب النهاردة في مكالمة هتحصل بيني وبنتي ايدتا بعد من خلص اللايب. مكالمة مش ظريفة. طيب يلا نشوف الحالة العاطفية للمجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة جورد الكوس الحالة العاطفية من انا سوري موقش التواريخ. ده من عشرة حد واحد وعشرين ديسمبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحيم. بسم الله الرحيم. القوس عايز ايه؟ القوس عايز يجمد العلاقة يعني عايز يوسف صوتك القوس عايز العلاقة زي ما تقوله ايه؟ تقف كده وقف كده وقف هنا كده ثانية واحدة زي ما تقول ايه؟ دوس pause ثانية واحدة كده اه لا فيه خناء داخل على خناء داخل على خناء عايز يتخانق عايز يتخانق وعنده جوا حاجات وعايز صلعها وفيه حاجات من الظريفة تشايف شريكو ازاي شايفو شخص كريم اوكي؟ كرمة لو حصل انفصال ان شاء الله فيه الجواة التقمة بينكم فيها مشاكل كتير تعب تعب جامد اوكي؟ شريكك عايز ايه؟ شريكك على وشك يقوم بخطوة لكن متردد من النتائج بتاعتك كويس؟ نفسه في ايه؟ نفسه لساعدك هو عايز يساعدك تمام؟ شايفك ازاي؟ ركزوا معي في قوي بقى في شايفك ازاي؟ شايفك يا اما مصحور او محسود؟ شايفك كده؟ انت بتتصرف من غير منطق هو حاس انت بتتصرف من غير منطق نفسه يساعدك اوكي؟ وانت عايز تتخاني شايفين الدنيا عاملة ازاي؟ عادة تاني القص عايز ايه؟ شايف تعمل حاجة؟ عايز يبدل قاعد كده؟ ويوقف كده العلاقة وايه؟ واقف اوقف اوقف في مكانك كده منبص كده نشوف ايه بيحصل هنا اوكي؟ خناء عايز تخاني اوكي؟ شايف شريكك شخص كريم؟ شخص كويس؟ شريكك عايز يعمل خطوه بس خايف من توابعها ونفسه يساعدك. الشكل الحكتين دو مرتبطين ببعض. ان الحاجة اللي هو متردد بدي اعملها ومش شايف توابعها دي انه هو يساعدك بس خايف المساعدة دي ما تكونش صح. شايفك ازاي شايفك مصحور او محسود. الطاقة ما بينكم زي ما قلت لكم فيها تعب جامل تعب غير طبيعي. اللي عنده لو الاراية دي منطبقة عليكم اكشفوا. اكشفوا شوفوا ايه الموضوع. ولو حسد اقرو يا جماعة اقرو حسن نفسكم من الحسد. لما تشوفوا حد اي حد قولوا معوزتين جواكو. البسوا خرز ازرق حجر ازرق. الفيروز حلو جدا الحسد. لو الموضوع حسد. وشوفوا لو موضوع فيه سحر يعني. لو موضوع كبر يعني معدل مرحلة الحسد واسح. يعني شوفوا ايه الموضوع. بس شيكك بيحبك يا قوس مش عايز سيبك وعايز ساعدك. دخلنا على مغامرة الشهر ده. في مغامرة هتعملوها. وفي معافاة الله اكبر. في معافاة من تعب كان طويل. طويل. تعب طويل. ان شاء الله في معافاة منها. وهتبتدي مشاعر جديدة تظهر. بسم الله. ما شاء الله. انا اشعرت القرية حلوة قوي. قوي. ما شاء الله. القرية افتكر واضحة ومفهومة. يا حبيبتي يا قروة. يا خلاصي على الفناتة العسليات اللي بيعابسوني دول. طبعا يا قلاء ممكن اقولك. بصي هو هجبهولك. هجبهولك. او هصور وحطه في في الجروب. ده دخلتي الجروب لسه. انا هزبط بس الجروب. اعملت جروب جديد يا جماعة. اسمه اسمه اميرة ادلبيد نفس اسمي ده اسمه مؤقت يعني وبعد كده هغيره. القوز في عمل القوز في عمل. طيب. خلاص خلاص. وصلت المسج. شوفي بقى زبطي امور كده لان هو ده بوضك العلاقة خالص. هنعمل بقى فيديوهات للبنات بقى علشان هما هنا فيه ولاد طبعا مش عايزين الهابل ده يعود لما نشوف منيكير والونس والميكوب والحاجات دي نبقى نعمل لايف في جروب. اسمه اميرة ادلبي دوروا علي. هتلاقوه. بحب الخناق بحب الخناق قويسة. انا عايز الخناق. ايه بنت ربنا ما نجيب خناق ده وجع قلبي اشيه. لايك هنا خدي لايك يا ايمان خدي قلبي. طب يا جماعة انا الانترنت النهار ده مش مساعدني ان انا قرق لها مجانية معلش سامحوني والله فعلا مرسي عبير. فلن يقول له صح. هاي الميسية هلا. I love you too يا ايمان. from Tunisia. صح? منوروني راح قليبي. انا شريك الكوس تعتمينه جدا. هو القوس. طب ما تشوفي كده يا عبير. شكله محسود او او مصحور في حاجة عنده مش صح. صحيح. كلامك بشكرك يا روزي. كيمو انا مش عارف انت بنت ولا ولد بس شكلك ولد. اه كيمو ابعت للسفحة. بتروح للشيخ. بتروح للشيخ يا انا بيبان عندي في الارايات. يعني انا ساعات في الارايات بتبان عندي. بس انا مش عايز اقولوكو كده عشان ما تبقوش انتم جايين للارايات عشان تكشفوا على حاجة زي كده لا. ما تجلوش انا تكشفوا على حاجة زي كده بليز. تكشفوا عند الناس متخصص. شيخ واحو الشيخ. يشوف في حاجة ولا لا. اذا كان في سحر او حدا معامل الكوري لا. صحيح فعل طريق اختي كان كده بالفاعل. اوكي والحمد الله خافوا بقى كويس. كويس او. ناجيا عصابي 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 دشتان حبيبة قلبي رأي يعني اتليست مع افراتك. فالذكر حبيبتي ايه اسكوي ربنا كتير وكده واستخفاي كتير وعمي الحاجات كلها على بكرة بتزهقوا وبيقوا بيخرج. كل كلامك موضوع. باشكرك يا هلا جدا جدا ده حقيقي تانكيو يا ساسو. حبايب قلبي طيب ان شاء الله نعوضها اللايب اللي جاي. نعمل اسئلة. ليه يا انجلز علنا ليه يا حبيبتي. الانترنت وحش قوي يا جماعة والله وانا كل ده شغالة بالباقة بتاعت التليفون وحتفصل كمان شوية وزي ما انتم شايفين الصورة وحشة جدا. قلتلي القسمة لو بقى انا هقفل يا اسراء وعيدي بقى تشوفي بقى قسمة. مرة قولي اسمعي كلها حاجة. حبيبتي يا ملك حبيبتي تسلميني. عطو خناق وشريكي وشريك نيكا دي. تعالش نيسري. بصو لو هو نيكا دي غصب عنه بسبب السحر او الحسد اللي عنده ده معلش ازوريه ومش يعني مش بقى مش قاصد هو ما يقصبش. باشكرك يا زوزو قوي حبيبتي قلبي ربنا يخليك حبيبتي يلا اسابكو على خير الصلاح على خير وشوفكو ان شاء الله هحاول نطلع بكرة. نقول بكرة. نقول الطور. نقول الطور بقى ولا الجدي. نقول الجدي ان شاء الله. ان شاء الله بكرة. اوكي. اشوفكو بكرة وحاولي اطلع بدري عن كده كمان. يلا. اشوفكو على خير وخلي بالكو على نفسوكو. باي باي. تسلميني يوم امر.